بسي بقى عملنا هيكلة للتعليم أنا تعليم اه مقابل جماعي ما أنا لسه هحكي هوا مقابل جماعي لسه النتائج ما بنيتش لكن أنا بقول لحضرتك الوزارة كوزارة التعليم عملت ايه؟ اكيد طبعا حضرتك عارف عارف هو احنا بقى محتاجين هيكلة في التعليم الجماعي علشان نقدر نواكب سوء العمل تطور مزهل ومرعب الداخلي والخارجي ايضا محتاجين الاول تطوير في مناهج التعليم الجماعي؟ بصي بولي هو الموضوع ده ابتدى بقاله اكتر من ست سبع سنين في التعليم الجماعي من 2016 بالزبط جبتي الرقم ازاي؟ جبتي الرقم لانه حضرتك كنت مسؤولة عن دا وانا بذكرك لقيت فعموما في التعليم الجماعي ابتدت الهيكلة دي من 2016 ومشت في جميع القطاعات يعني مش هقول نفزت اه ومشت في جميع القطاعات جميع القطاعات بمعنى ايه؟ قطاع الطبي اه تمام قطاع بالهندسي مفهوم القطاع كويس يعني كل القطاعات ايه 2006 لما ابتدت تمشي مثلا هقولك اكتر حاجة طبعا في قطاع تعليم الطبي ان انا اساسا تعليم طبي برضو عملنا هيكلة جديدة خالص يعني كان مثلا التعليم الطبي انا ايامي انا كنا بناخد 6 سنين تعليم طبي ومنهم سنة اعدادي وبعدين سنة امتياز الجديد بقى ان عملنا دمج بين حاجات كتيرة جدا دمج عرضي ودمج طولي في مقررات التعليم الطبي فبصينا لقينا ان نقدر نشيل سنة من التعليم الطبي لما عملنا كده يعني ايه دمج؟ يعني زمان ايام يعني كنا مثلا بندرس تشريح فيسيولوجي كيميا كل حاجة لوحدها حاليا بندرس مثلا الجسرونترولوجي كل الجهاز الهضمي على بعضه ده في ده في ده ده مجنهم في بعض تكامل وبعدين كمان حطينا فيه حاجات كلينيكية فبقى التعليم ما بقاش يعني كتاب بحفظه وقفله وخلاص لا ده بقى موضوع انا ماشي فيه فده ابتدى بالزبط من 2016 اتنفذ 2018 كويس وعشان يتنفذ اتغيارة قوانين عشان كده بقولك طبعا عشان كده بقولك يعني لا ده مبتدي من بدري نعم نفسك اللي حصل في التعليم الطبي حصل في الصيدلة برضو حصل في طب أسنان كل التعليم على بعضه بقى فيه تطور جامد جدا بصراحة بدأ من 2016 لا انا بكلم عنه التطبيق 2018 2018 2019 في الحدود من المفترض ان ملامحه تبقى ظهرت هي ظهرت مش كده برضو مختلف في ايه بقى الخريج الخريج بخبرتك ايده في العيان أكتر يعني ايده في التطبيق العملي أكتر واستعداده ان هو يدخل للمستشفيات أكتر واستعداده ان هو يقدر يعمل اشتغل بايده بايده أكتر والحاجة التانية ان هو بقى متوافق مع العالمي هنا بقى السؤال لحضرتك بقى دكتورة نادي خريج المصري في القطاع الطبي بما انه ده أكتر مع حضرتك الفرق بينه وبين خريج القطاع الطبي أيضا برا هقولك حاجة لان ده مرتبط بسؤال تاني أسهل حاجة عدد الطلبة اللي بيتخرجوا ده كترة ويسفروا برا قد إيه ألفات لا ما هو ده السؤال التاني ألفات جاوبيني بقى السؤال الأولاني لا ما هو السؤال الأولاني الفرق إيه ما هو ده بيرد على السؤال الأولاني بعد التطوير اللي حضرتك لأن بعد التطوير ده هو أسهل ان هو يسافر أسهل انه يعمل امتحان المعادلة أسهل انه يقدر يشتغل يعني فده سهلت له الأمور الصلاة اللي فاتت لوحدة ألفات الله سفر الطلبة بقى في داكاترا وفي ناس بتشوف له منظور آخر عشان كده كنت بكلم مع حضرتك في دا إنه الطالب أو الخريج أو اللي بيشتغل في القطاع الطبي من الداكاترا مش لقين نفسهم في مصر فبالتالي سابوا البلد وبيهربوا اللي حضرتك بتقوليه مختلف تماما بتقولي إن دا راجع لجودة التعليم الجماعي في مصر اتحسن فخلى الناس بيشفوتهم أكتر أنا عايزة البيئة بتاعته في مصر بتخليه يقعد في مصر البيئة دا مش التطوير لا اللي يقعده في مصر البيئة بتاعته يعني أنا هقولك حاجة صغيرة قابلت واحد صغير خالص نايب في ألمانيا في مستشفى في ألمانيا قلت له يا ابني انت سبت مصر ليه ما انت شاطر جدا ليه سبت مصر قال لي عشان ألاقي نفسي طبعا هو في مستشفى كبيرة في ألمانيا محترم جدا جدا بيعمل كل حاجة مظبوطة الناس بتحترموا الشغل بتاعه واضح ويقبين مع انه كان له نيابة في جامعة اسكندرية اقول له حد يسيب يا ابني نيابة في جامعة اسكندرية ايه ويروح ألمانيا يقول لي اه علشان قلت له طبعا بتاخد كام مرتب هو دا بقى أصل الموضوع شلت بقى دي سيكتي المهم قال لي باخد 3500 يورو قلت له طب دول ولا حاجة قال لي لا معايش ومأجر شقة جنب المستشفى وبحوش وبشتغل وبتعلم اه بس هو عايش وبيحوش بالثقافة المصرية مش بالثقافة الألمانية يعني يعني المواطن الألماني اللي داخله 3500 يورو دا بالنسباله مش رايح يحوش ومش جاي على نفسه ايه بس خلي بالك دا متخرج مبارح مفهوم يعني دا لسه صغير مفهوم مفهوم انا مش ضد اللي هو بيقوله لا ما هو اي واحد لا انا معا ان انا احاول ما خليش او خليهم يسافروا ويرجعوا اجذبهم هي دي ما انا انا طول عمرنا بنكلم على البعثات بنكلم على الدراسة برا مهمة التطور وده برضو بيدي للانسان يعني يعني كل واحد في حياته بيفكر ان هو يروح حتة تانية يتعلم حاجة جديدة يشوف مفهوم مفهوم تطور جديد يشوف يشوف العالم يشوف العالم بس يرجع اه انا عايزة اجذبه بقى انه يرجع تمام وبتحصل الحقيقة مش عايزة اقولك انه ما فيش حاجة خلص ما بترجعش يعني احنا مثلا لا ازاي لا في بتحصل طول عمر اعتقد مصر قد كده يعني قياسا نسبة وتناسب بعدد السكان بعدد السكان مش كده برضو بالزبط مثلا بقم رؤساء الجامعات في امريكا وعمداء كليات في امريكا ويجلنا مصر وبنعمل يعني تدخل بنا وبين بعض كويس جدا ده كويس برضو مهو 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 مهو